زار وفد من الأمم المتحدة اليوم حي الوعر المحاصر في مدينة حمص للوقوف على حالة مدنيين والأوضاع الإنسانية والخدماتية وصرحت خول مطر رئيسة المكتب السياسي لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا سيفاني مستورا أن هدف الزيارة هو متابعة الخطة التي طرحها المسؤول الدولي بعد اجتماع فيينا من أجل إرساء هدنة واجتمع الوفد مع لجنة مدنية مسؤولة عن الحي لمناقشة عدة نقاط من بينها إرساء الهدنة وإنهاء حالة الحصار المفروض على الحي منذ ثلاث سنوات